على طلبكو في الفيديو اللي انا لسه عملا من شوية ادخلوا اتفرجوا على نقاط ضعف برج العقرب فاخترت النهاردة موضوع الحلقات نحن هنتكلم عن ترتيب الابراج الاكتر انتقاما واللي مش بتسكت عن حقها واللي هي اللازم تجيب حقها ويعني مش سهلين يعني ابراج مش سهلة فيه ابراج كده متسامحة بتسيب حقها ويلا بقى عادي اما فيه ابراج ما بتسكتش ما بتسكتش الا لما تنتقم وبتحب تنتقم جدا جدا وهي حقها ده حاجة مش طبعية طيب انا هقول يعني الاكثر هقول الستة اكتر ستة هم انتقاميين جدا جدا والباقي بقى نبقى نقوله ايه بعدين يعني احنا نقول الاكثر طالما انت مش في الاكر يبقى انت اللي في الورا وانا في الاخر هقول مين برج مش انتقامي خالص طيب من اكثر الابراج انتقامية يعني تحس انه عندهم بقى ايه لأ حقي ده مقدرش يسكت عليه خالص 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 بيجي في المقادل مش مش بالترتيب يا جماعة يعني انا فيه اتنين بس هقولهم دولة طوب دو يعني اما الباقي عادي يعني ده مش ترتيب يعني اوكي من الابراج اللي مش بتسكت عن حقها اطلاقا 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 ولازم بتاخد حقه بس مش بتاخده يعني بعنف عندنا برج الدلو برج الدلو برج طيب ومسالم وجدع جدا وكل حاجة بس حد حق غلط في حقه دي حاجة بتستفزه جدا وما بيسكتش اللي ما يجيب حقه تاني بس ما بيجيبش حقه بالعنف لا بيجيب حقه بذكاء بيجيب حقه بتفكير بيجيب حقه بدماغه يعني وزي ما احنا عارفين فيه فيديو انا عملها قبل كده هسيبه لكوا هنا الابراج الاكثر زكاء عندكم برج الدلو كان ماخد المرتبة الأولى فرجوا باقيهة الابراج طيب فبرج الدلو من الابراج اللي ما بتسكوتش اطلاقا وحقها ثالت متالة لازم على طول تجيبه اوكي ده نمبر ون نمبر تو من الابراج برضو اللي ما تقدرش تسكت خالص خالص عن حقه برج الطور برج التور من الأبراج اللي لازم يجيب حقه لأنه شايف أنه هو قائد شايف أنه هو شخص عظيم شايف أنه هو فوق الناس كلها فهو عنده حتة نزاهة كده وحتة تناكك كده فلازم برج التور لا حقه ما ياخدوش برج التور من الأبراج اللي بيجيبوا دراحهم حقهم بعنف شوية يعني هو عنيف يعني برج عنيف شوية أخدان حقه فبرج التور لا ما يسكتش عن حقه إطلاقا وعنيف أخذ حقه يعني الدلو أسهل من الطور شوية في موضوع حقه بس هما الاتنين دولة طابتوا يعني ما بيقدروش خالص خالص يسكتوا عن حقهم تالت بورج من الأبراج اللي هي عنيفة جدا جدا في أخدان حقها ومتعرفش تسكت إن ما تجيب حقها بورج القوس بورج القوس ألا قد ما هو كيوت ولطيف ولذيذ وجدع وفي منتهى اللطافة واللزازة إلا إن بورج القوس لو حد جي نحية حاجة أخد منه حاجة حد أخد منه حاجة أو حق اتخذ منه أو حاسس إن هو تم تجاهله إلا إن بورج القوس بيتقلب 360 درجة 360 درجة بمعنى 360 درجة تلقى استفزتها في وقت اللي هو في وقت إن هو إنت استفزتها أو إنت يعني جيت نحية هو وقت ما بيتعصب بيبقى القوس متهور متهور كمان فأخدان حقه يعني فبورج القوس كمان من الأبراج اللي لازم تاخد حقها هو بقصوة طيب أنا عندي فيه توب تو يعني أنا كده قلت أول حاجة آخر حاجة من تحت الدلو والدلو لهم عنفا يا جماعة يعني الدلو ده يكاد يكون مش موجود كمان في الموضوع ده أنا ممكن يكون دخلته كده ظلو بعد كده تور وبعد كده قوس فتوب ثري بقى في منهم اتنين قويين جدا 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 فأخدان حقهم من الشخص برضو أو من الأشخاص اللي ما بتسكتش عن حقها اطلاقا 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 آآ عندكم مين آآ ستناكوا تقولوا طيب نهاز بتقول إنها قوس يعني إيه طيب برج الحوت آآ برج الحوت كرمته فوق أي شيء في الدنيا برج الحوت من الأبراج اللي هو طيب ولطيف ولذيذ وجدع وكل حاجة بس وانس إن إنت أهنت حد بيحبه أو أهنت شخص قريب منه أو هنت حد من عيلته أو أهنت يعني أو جيت على كرمته دي المرخلة الوحيدة اللي برج الحوت بيبقى انتقامي بشكل إجرامي ده لدرجة إن هم قالوا إن أكثر أبراج إجراما في الانتقام يعتبر حوت حوت وبرج التاني هما اللي كانوا يعني بصراحة الاثنين دولت يعني هما الاثنين نفس الدرجة حوت وسرطان الاثنين دولت الحالة الوحيدة اللي بيبقوا انتقاميين جدا جدا إن أنت تحس إن هم إن هو يا مام بطاري تبقى موسيقى تصفيرية رائعة الحالة الوحيدة إن أنت تحاول إن أنت تيجي على حد فعلتهم أو حد قريبهم أو حد بيحبوه أو كرامتهم يعني دول بقى إيه انتقاميين جدا جدا مع بعض هما الاثنين بنفس الدرجة عشان كده هما الاثنين بيتحتلوا مركبة التالتة نيجي بقى المرتبة الأولى والتانية أنا عايزاكوا بقى توقفوا كل واحد دلوقتي بتفرج على الفيديو حتى بعد اللايف يقول لي يتوقع مين الأول والتاني الأول والتاني مين في الأبراج دي منستنيهنا أنت تقولولي مين أول وتاني أسهل عليكم فيه برج هوائي وبرج مائي خلاص برج مائي أنا كده فضحت نفسي طيب البرج المركز التاني هو برج الجوزاء برج الجوزاء برضو برج لطيف ولذيذ وطيب وعسطور وكيوت وكل حاجة إلا إن برج الجوزاء ده ما بيسكتش عن حقه ولازم يجيب حقه بيجيبه بعنف كده بيجيبه يعني بقصوة برج الجوزاء من الأبراج اللي يعني صعبة جدا 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 في إن هي تسكوت عن حقها وحقها لازم تجيبه يعني تجيبه يعني تجيبه يعني تجيبه في برج الجوزاء في برج تاني انا شايفة ان هو بجد بيتطفق مع برج الجوزاء في المركز التاني هو من اكتر الابراج بقى انتقامية او ممكن يعني ياخد مركز اول مكرر لان انا سايب المركز الاول مكرر لبرجين حمل وعقرب حمل وعقرب دول ده انتقامين بدرجة مش مجرمي بقى لا دول انتقامين تحس ان رئيسوا يعني مش بقصوا بعنف يعني برج العقرب انتقامي لازع برج الحمل اللي اتنين دول ودول بقى بتخنقوا وبيعملوا كل حاجة في الدنيا يعني دول بقى عندهم اجرام يعني فوقكم الحوت اللي انا لسا كنت بقول لقى بقى دول مجرمين بجد مجرمين فعلا يعني برج الحمل ده من اكتر ابراج بتخنق في الشارع بيعمل خناقات كتيرة بياخد حقه بدرعه بقى وبقى وفازه وعصبي جدا جدا في اخدان حقه متهور عقرب بقى بذماغه يقعد يتكتك وبخبصه ولقمه ويلف 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 ويسكت يسكت 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 ومرة واحدة يقوم لدعك اللدع اللي هو بقى ايه ياخد حقه منك تلتهم تلتهم ولو يا جماعة ايه رأيكم في الترتيب اللي ابراج بقى اللي هي بتسكت عن حقه يعني مش زي الدولت عندنا جدي عندنا عزراء مش في الطب خلاص دول خلاص دول تحت جدي عندنا عزراء عندنا ميزان عندنا اسد واسد ما بيسكت بيسكت عن حقه عظمة تناكة يعني هو مش انتقامي اللي انه وصق في نفسه يلا موته بعد انا اصلا برا الموضوع دوت عندنا كمان انا قلت مين تانية قلت جدي وعزراء واسد اسد مش انتقامي على فكرة وميزان الابراج اللي ما يقولها انتقامية شكرا شكرا كل واحد يقولي الترتيب اللي هو شايف مين اكتر ابراج انتقامية وبتحب الانتقام فانا شايفة ان الطوب 3 هما طوب 2 يعني مركز اول مكرر هما لتنين نفس الدرجة حملوا اقرب مركز تاني جاوزاء فليس تعملوا لايك في الفيديو وتقولوا لي الكلام ده بيتطفق معاكم فعلا الترتيب ده مزبوط ولا لا بس انا مقتنعة جدا جدا بالترتيب ده بس انا بجد في حاجة بس عايز اقولها لان انا ممكن يكون ظلمة البرج ده يعني البرج اللي هشيله من الترتيب ده لان انا شايف انه ظلم ان انا حطه برج الدلو دلو اقلم الناس دي جماعة عصاري بجد ممكن نعمل زي ريفرت البرج الدلو ونشيرهم الترتيب ده اما الحاجات التانية دول هما انتقاميين قويين جدا جدا شكرا بليس تعملوا لي لايك للفيديو للانستجرام وتعملوا فالو على الانستجرام وعلى الفيسبوك شكرا شكرا شكرا